طبعا استعدادات على قدم وساط لمباراة سوندونز هذه المباراة المصرية وأنا الآن بكلمك بأمان أنا الآن القلق مصحوب بثقة في لعابة النادي الأهلي بس ده قلق طبيعي على ممثل مصر في بطولة الدوري الإفريكي هذه البطولة المستحدثة دايما بحب إن احنا نكون رواد في أي حاجة يعني طولة كده يبقى أول فريق يفوز بها فريق مصري نفسي جدا جدا القلق إن شاء الله يتوج بهذا اللقم القلق جاي من أخر 3 مطشاط شفنا فيهم النادي الأهلي سواء على أرضه أو خارج أرضه في البطولة دي لكن تاني حقول أتمنى أن يكون في رد فعل يليه بلعيبة النادي الأهلي وبجمهور النادي الأهلي اللي بالمناسبة بنشكر كل الجهات الأمنية على السماح بحضور 50 ألف مشجع بعد ما كان مبارح القرار 30 لحد مبارح حصل انفراجة بقى 50 ألف مشجع فدي حاجة ممتازة وبالمناسبة تذاكر خلصت خالص يعني خلاص يعني تذاكر خلصت فحيحضر 50 ألف بمنتهى الحماس بمنتهى القوة بمنتهى التشجيع أنا بس الآن كمان على النادي الأهلي من حاجة تانية الآن على النادي الأهلي من البعض اللي بيتكلم في حتة أو مش في حتة واحدة بيحاول ليخلق بعض الأزمات للفرقة ماشي بيحاول في ناس من جمهور النادي الأهلي دون وعي ودون دراية وهم كلا وهم كلا من كتر غيرتهم الحباب على النادي الأهلي بيتصرفوا غلط حديك مثال في ناس تطلع تقولك إيه ها شفت الحكام ولو كان فيه مدير كرة قوي كان حيبقى الحكام بتخاف منه ولو كان فيه مدير كرة بيطلع يزع على الخط كان الحكام مش حيبقى بقى إيه وإزاي الكابتن سيد عبد الحفيز يمشي والكابتن خالب بيبو ييجي جماعة هو فيه إيه ده قرار متاخد من شهرين ثلاثة يعني موضوع خلص طب أقولك على حاجة طبعا الكابتن سيد عبد الحفيز قيمة كبيرة جدا والجميع اعتفاجأ برحيله والجميع اعتفاجأ برحيله واحد أحد أبرز الأسماء اللي كانت موجودة في المكان ده مدير الكرة وخلي بالك ده منصب صعب جدا نجح فيه بجدارة الكابتن سيد عبد الحفيز ما فيش نقاش ما فيش نقاش بجدارة ده بشهادة الجميع مش بس الأهلوية ده بشهادة الجميع لكن انت حضرتك هتفضل تتكلم أصل الكابتن سيد عبد الحفيز ميشي أصل الكابتن خالب بيبو وتجيب خسارة أو تعادل بالنسبة للنادي الأهلي في مدير الكرة ده كلام مش منطق حتى لو ممكن قد نتافق أو نختلف على مدير الكرة ما فيش مشكلة خالص يعني ممكن البعض يقولك لقى الكابتن خالب بيبو ما استحقش التواجد ده في المنصب ده البعض الأخرى يقولك لقى الكابتن خالب بيبو واستحق لكن خلينا أقولك أن الكابتن سيد عبد الحفيز بقدر وقمته وأهميته في الظل ما هو موجود في النادي الأهلي خلال وجوده خسر النادي الأهلي مرتين خمسة من سون داونز يعني الموضوع ما لهش علاقة بمدير الكرة يا جماعة يا كابتن سيد عبد الحفيز وأنا بكني ليه كل الحب والاحترام والتقدير وبقولك هو من أنجح الناس في المكان ده بس أنا أقصد إيه أقصد أقولك ما تحاولش أنت تطلع في أزمات اللي نديك الموضوع بعيد تماما عن مدير الكرة فيه مدير فني هو المتحكم في كل حاجة ليه علاقة بالفريق هو الأهلي كان يستحيك مبارح أنه يكسب لا ما كان يستحيك آه كان ليه ضرب الجزاء كان ممكن يتعادل آه بس الأهلي وحش؟ الأهلي وحش الأهلي عنده مشاكل فنية؟ عنده الراجل كولر بيغير أو بيأخر تغيراته؟ آه ساعات بيختار تشكيلات غيرات؟ آه بيحاول ينتصر للرأي في موضوع مودست؟ نعم بسبب أن مودست هو محسوب عليه وكلام من ده؟ ربما آه بيناقض بعض تصرحاته هي هي بيناقضها؟ آه فمتجيش حضرتك تروح مركز على مدير الكرة ليس دفعا عكاة فينخال بيه أنا ممكن أكون مقتلع أو مش مقتلع بالكاب تخبيه على فكرة دي حرية شخصية مش شرط أقول لكم قناعاتي مش دوري أنا أقول هنا قناعاتي لكن في نفس الوقت لأ لازم كل حاجة يتم التحدث فيها في الإطار الصحيح ما تدخلش زيد في عبيد زي ما بيقولوا باين يعني ده فده كلام مهم جدا أتمنى التكاتف المساندة الدعم من كل الإعلام المصري من كل الإعلام المصري يكون في ظهر النادي الأهلي ممثل مصر في الدوري الأفريكي الممتاز هو الممثل الوحيد لمصر في هذه البطولة الأهلي عنده الإمكانيات عنده كل الإمكانيات إن شاء الله يكسب إن شاء الله يكسب صندق يقدر يكسب صندق يقدر ونص للأهلي بلعبته من جومه يقدر بس لازم يكون في سكة وأنا عرفني هي موجودة المساندة بتاعت الجمهور الجمهور حقيقة إن شاء الله بإذنها هيكون مفعول السحر في تأهل النادي الأهلي حتى لو قال لي مش في يومه في المطش الجاي بس إن شاء الله هيكون ليه مفعول السحر